ما هي الأسباب؟ ملياردير صيني يخسر أكثر من 27 مليار دولار في يوم واحد يسعدني أكون معاكم أنا رائد حاكم أهلا بكم وكالة بلومبرج كانت نشرت خبر بيقول أن مؤسس منصة بندودو الصينية للتجارة الإلكترونية كولين هوانج خسر ثروة السنة دي أكتر من أي شخص تاني في العالم لأن ثروته بحسب تقرير الوكالة خسر منها أكتر من 27 مليار دولار وده بعد هبوط أسهم شركته بسبب الإجراءات الصارمة اللي عملتها الصين ضد رجال الأعمال الكبار اللي بيشتغلوا في التجارة الإلكترونية على الإنترنت وبعد الخسارة دي اتصنف الملياردير الصيني ضمن أكبر الخاسرين في العالم وكمان ده بيعتبر أكبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر وأكبر حتى من مبلغ 16 مليار دولار اللي يخسرهم رئيس مجموعة China Evergrande Group هوي كايان واللي بتكافح إمبراطوريته العقارية عشان ما تقفش وده بيجي في ظل مجموعة كبيرة وضخمة جدا من الديون اللي على المجموعة والحال ده بيعتبر أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة لكذا ملياردير في الصين وتراجعت أسهم شركة بندودو السنة دي أكتر من أسهم شركتين زي شركة علي بابا وشركة تين سنت وقال عدد من المحللين الاقتصاديين في الأوراق المالية إن بندودو اتعرضت بشكل أكبر للحملة الصارمة دي مقارنة بشركات تانية كان عندها نمازج مربحة وإن ده هو السبب الرئيسي وراء تأخر أو هبوط أسهمها عن شركات التكنولوجيا التانية وكل ده جايب التزامن مع الإعلان عن إن أكبر شركة عقارات في الصين بتواجه شبح الإفلاس بديون تتجاوز 300 مليار ومجموعة إيفر جراند الصينية بقت فجأة أكبر مصدر ألأ مالي في الصين وده لوجود 300 مليار دولار من الالتزامات والروابط عليها وكمان مع عدد كبير من البنوك وأزمة الشركة دي ممكن تعمل صدمة كبيرة للنظام المالي والاقتصادي بالإضافة إلى إن انهيار سعر أسهمها وسندتها ممكن يؤدي لاحتمال تخلفها عن السادات ومع ذلك بيحاول الملياردير الصيني هوي كايان المالك لمجموعة إيفر جراند إنه يطمن كل الموجودين في القطاع المالي والمصرفي بإن شركة العقارات بتاعته هاتنهي الأزمة لكن المستثمرين مش متأكدين إنه يقدر ينهي الأزمة لإنهم بدأوا يتسألوا برضو بما إن فيه خسائر كبيرة كده بتحصل فبقى وارد جدا إنه أي شركة صينية تقع وتعلن إفلسها وبيعتبر اللي حصل للملياردير الصيني ده يعتبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر وأكبر حتى من مبلغ 16 مليار دولار اللي خسروا رئيس مجموعة تشاينا إيفر جراند هوي كايان واللي بتكافح إمبراطوريته العقارية في ظل مجموعة ضخمة من الديون وده أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة لكذا ملياردير في الصين بسبب دعوة الرئيس الصيني إلى العيش في رخاء مشترك وكبح جماح شركات القطاع الخاص في الصين بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معكم أنا رائد حاكم في أمان الله اشتركوا في القناة